السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في فيديو جديد وشرح جديد في هذا الفيديو سوف نشرح طريقة جدولة الرسائل باستخدام تطبيق الواتساب يعني جدولة الرسائل على تطبيق الواتساب لترسل تلقائيا او ترسل تلقائيا في تاريخ ومعين ويوم معين وساعة على حسب اختيارك الطريقة السهلة للغاية لكن عليكم اتباعتي الخطوات المشروحة في هذا الفيديو حتى ينجح معكم الشرح سوف نستعمل تطبيق لكن قبل البد في الشرح لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنا نبدأ الشرح على بركة الله اولا نذهب الى ماتجر جوجل بلاي ونكتب في بحث خانة بحث التطبيقات نكتب اسم هذا التطبيق الذي يظهر لكم امامكم هذا هو التطبيق وهذه هي ايقونة التطبيق بعد ذلك تقومون بتثبيت هذا التطبيق وسوف نستعمله حتى نتمكن من جدولة الرسائل حتى ترسل تلقائيا في الوقت الذي تختاره جاري تثبيت التطبيق فاستخدام التطبيق فهو سهل للغاية بعد تثبيت التطبيق نقوم بفتحه سوف تظهر لك هذه الواجهة بامكانك تسجيل الدخول عبر الفيسبوك بامكانك تسجيل الدخول عبر جوجل وبامكانك تخطي هذه الواجهة يعني بامكانك الدخول الى البرنامج بدون تسجيل الحساب انا سوف اضغط على التخطي التي فوق انت تقوم بتسجيل الدخول عبر جوجل او او فيسبوك على حسب رغبتك هذه هي واجهة التطبيق كما ترون الان ان اردت جدولة اي رسالة الى شخص معين لترسل في وقت معين كل ما عليك فعله والضغط على علامة الزائد التي في الاسفل هنا هذه الرسالة اه على اي واتساب تريد جدولة على الواتساب الرسمي الواتساب الاعمال مثلا على ردية واتساب الاعمال اضغط على واتساب الاعمال الان هنا في هذه الخانة الرسالة تكتب الرسالة التي تريد طريقات ايقاف مثلا هذه هي الرسالة بامكانك ايضا تضمين موقع الجهاز في وقت ارسال الرسالة بامكانك ارسال الموقع تنزل الى الاسفل هنا سوف تجد جدولة هنا سوف تجد التاريخ والساعة تضغط عليه وتحدد التاريخ اليوم الذي تريد ارسال تلك الرسالة تلقائيا والساعة هنا بجانبها تحدد الساعة كذلك هنا تكرار تلك الرسالة تريد ان تقوم بارسالها مرة واحدة او تقوم بتكرار ارسالها كل ساعة او يوميا على حسب رغباتك هنا قائمة فحص المتطلبات تقوم باعطاها الصلاحيات اللازمة التي يحتاجها حتى يشغل لك مئة في ثم تضغط على موافق تنزل الى ترجع الى الوراء تنزل الى الاسفل تضغط على الخيار الثالث تعديل قف الشاشة تعقيل تحسين استخدام البطارية تضغط عليها ثم تضغط على السماح الان هناك خيار عليك ان تقوم اه تعديل قف الشاشة يعني عليك ان تقوم بتعديل قف الشاشة حتى تتمكن من ارسال الرسالة الان اه الخطوة التالية وهي اختيار الرقم الذي نريد ارسال له تلك الرسالة عبر الواتساب نضغط على دليل الهاتف ثم تضغط على السماح ثم تضغط على نعم سوف تظهر لك الارقام التي لديك هنا تختار الرقم الذي تريد ارسال له تلك الرسالة ثم تضغط على علامة الصح او ان كنت تريد اختيار اه رقم معين من الواتساب الاعمال او الواتساب الرسمي تلقائيا سوف تجد هنا ايقونة الواتساب تضغط عليها واتساب هنا يجب منح شدية الان ضهور في اعلى السحف تضغط على حسنا لم تعطيها الصلاحيات لنعطيها الصلاحيات نبحث عن ايقونة التطبيق ها هو التطبيق ثم تضغط على هذا الخيار تقوم بتفعيلها. الان نرجع ونضغط على ايقونة واتساب الاعمال. ثم لا تظهر مرة اخرى ثم تضغط على حسنا. سوف يذهب بك مباشرة الى واتساب الاعمال. تقوم باختيار الرقم الذي تقوم اه تريد ارسال له تلك الرسالة. بعد الانتهاء تضغط على علامة الصح التي فوق هنا. وسوف يرسل تلك الرسالة تلقائيا في الوقت التي قمت بتحديده. لكن عليك ان تقوم بتعديل قفل الشاشة. لان ان قمتم ان ضغطتم على علامة الصح التي هنا. سوف يقول لارجاء ضبط قفل الشاشة على سحب او بلا. ليتمكن التطبيق من ارسال الرسالة تلقائيا بدون تدخل في عدم تفعيل تعديل قفل الشاشة. وعليك ان تقوم بتعديل قفل الشاشة او الارغاء اه نهائيا. حتى يتمكن التطبيق من ارسال الرسالة بنجاح. كان هذا موضوع بدي اليوم. اتمنى ان يكون قد اجبكم. قد استفدتم و الى اللقاء.